بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وابارك على سيدنا رسول الله وبعد كتاب شرح الدروس المهمة لعامة الأمة للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن بازر رحمه الله تعالى شرح الشيخ هايثم بن محمد سرحان يقراه عليكم عمرو البساطي المجلس الثامن التحلي بالأخلاق المشروعة لكل مسلم التحلي بالأخلاق المشروعة لكل مسلم ومنها الصدق والأمانة والعفاف والحياء والشجاعة والكرم والوفاء والنزاهة عن كل ما حرم الله وحسن الجوار ومساعدة دو الحاجة حسب الطاقة وغير ذلك من الأخلاق التي دل الكتاب أو السنة على شرعيتها تعليقات مهمة الصدق يصدق مع الله في أقواله وأعماله واعتقاده ويصدق مع عباد الله وضده الكذب والأمانة هي فريضة عظيمة حملها الإنسان وهي ضد الخيانة والعفاف هو الكف عن الحرام والحياء خلق يحمل على إتيان الحميد وترك القبيح وحسن الجوار ومن لوزم ذلك غض البصر وعدم الاطلاع على عورات الجيران ومساعدة دو الحاجة قال صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه أخرجه مسلم الدرس السادس عشر التأدب بالآداب الإسلامية التأدب بالآداب الإسلامية ومنها السلام والبشاشة والأكل باليمين والشرب بها والتسمية عند الابتداء والحمد عند الفراغ والحمد بعد العطاس وتشميت العاطس إذا حمد الله وعيادة المريض واتباع الجنائز للصلاة والدفن والآداب الشرعية عند دخول المسجد أو المنزل والخروج منهما وعند السفر ومع الوالدين والأقارب والجيران والكبار والصغار والتهنئة بالمولود والتبريك بالزواج والتعزية في المصاب وغير ذلك من الآداب الإسلامية في اللبس والخلع والانتعال تعليقات مهمة قوله السلام أي إلقاؤه وأكمله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تسلم على من عرفت ومن لم تعرف وترد على من سلم قوله والأكل باليمين والشرب بها وجوبا يأكل بثلاثة أصابع والأخذ والإعطاء بها استحبابا قوله والتسمية عند الابتداء أي قول باسم الله قوله والحمد عند الفراغ بما ورد كقول الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة ويشرع له أن يأكل مما يليه وأن لا يعيب الطعام قوله والحمد بعد العطاس أي قول الحمد لله قوله وتشميت العاطس إذا حمد الله أي قول يرحمك الله ثم يجيب العاطس يهديكم الله ويصلح بالكم قوله وعيادة المريض أي يعود ويكرر عليه الزيارة في الأوقات المناسبة ولا يطيل البقاء عنده ولا يقنطه من رحمة الله قوله واتباع الجنائز للصلاة والدفن للرجال دون النساء وقوله والآداب الشرعية عند دخول المسجد والمنزل والخروج منهما يقدم الرجل اليمنى عند دخول المسجد ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك ويقدم رجله اليسرى عند الخروج منه ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم إني أسألك من فضلك أما بالنسبة للمنزل فيقدم اليمنى فيهما ويقول عند الخروج بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل عليه وعند الدخول اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا ثم يسلم على أهله قوله والتبريك بالزواج أي قول بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير قوله والتعزية في المصاب وتكون في حدود ثلاثة أيام لا يزاد عليها الدرس السابع عشر التحذير من الشرك وأنواع المعاصي الحذر والتحذير من الشرك وأنواع المعاصي ومنها السبع الموبقات المهلكات وهي الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات ومنها عقوق الوالدين وقطيعة الرحم وشهادة الزور والأيمان الكاذبة وإيذاء الجار وظلم الناس في الدماء والأموال والأعراض وشرب المسكر ولعب القمار وهو الميسر والغيبة والنميمة وغير ذلك مما نهى الله عز وجل عنه ورسوله تعليقات مهمة قوله الشرك بالله يشمل الشرك الأكبر والأصغر قوله والسحر ومنه الصرف والعطف فمن فعله أو رضي به كفر ويحرم الإتيان إليهم أو الدخول لمواقعهم أو مشاهدة قنوات السحر وقراءة الجرائد والمجلات التي فيها الأبراج ولا يحل السحر بسحر بل يحل بالرقية الشرعية والدعاء والأدوية المباحة كالحجامة قوله وقتل النفس التي حرم الله سواء كان مسلما أو معاهدا أو ذميا أو مستأمنا قوله إلا بالحق وهم ثلاثة النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة قوله اليتيم هو من مات أبوه ولم يبلغ الحلم قوله والتولي يوم الزحف يقصد الجوش الغازية في سبيل الله قوله وقذف المحصنات أي الحرائر وليس المقصود المتزوجات قوله والأيمان الكاذبة وكذا الحالف بغير الله كالحالف بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بالشرف أو الحياة أو الذمة أو بالقبور أو الشيب قوله ولعب القمار وهو الميسر هو كل معاملة دائرة بين الغنم والغرم كاليا نصيب قوله والغيبة عرفها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ذكرك أخاك بما يكره قوله والنميمة هي نقل الحديث بين الناس حكم المسابقة والمغالبة يجوز بعوض وغيره مسابقة الخيل والإبل والسهام لقوله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل محرم مطلقا النرد والشطرنج ونحوهما يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض جميع المغالبات غير ما سبق الدرس الثامن عشر تجهيز الميت والصلاة عليه ودفنه وإليك تفصيل ذلك أولا يشرع تلقين المحتضر لا إله إلا الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله والمراد بالموتى المحتضرون وهم من ظهرت عليهم أمارات الموت ثانيا إذا تيقن موته أغمضت عيناه وشد لحياه لورود السنة بذلك ثالثا يجب تغسيل الميت المسلم إلا أن يكون شهيدا مات في المعركة فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه بل يدفن في ثيابه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل قتلى أحد ولم يصلى عليهم رابعا صفة غسل الميت أنه تستر عوراته ثم يرفع قليلا ويعصر بطنه عصرا رفيقا ثم يلف الغاسل على يده خرقة أو نحوها فينجيه بها ثم يوضئه وضوء الصلاة ثم يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر أو نحوه ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر ثم يغسله كذلك مرة ثانية وثالثة يمر في كل مرة يده على بطنه فإن خرج منه شيء غسله وسد المحل بقطن أو نحوه فإن لم يستمسك فبطين حر أو بوسائل الطب الحديثة كاللزق ونحوه ويعيد وضوءه وإن لم ينق بثلاث زيد إلى خمس أو إلى سبع ثم ينشفه بثوب ويجعل الطيب في مغابنه الإبطين وبواطن الأفخاذ ومواضع سجوده وإن طيبه كله كان حسنا ويجمر أكفانه بالبخور وإن كان شاربه أو أظفاره طويلة أخذ منها وإن ترك ذلك فلا حرج ولا يسرح شعره ولا يحلق عانته ولا يختنه لا عدم الدليل على ذلك والمرأة يضطر شعرها ثلاثة قرون ويسدل من ورائها خامسا تكفين الميت والأفضل أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم يدرج فيها إدراجا وإن كفن في قميص وإزار ولفافة فلا بأس والمرأة تكفن في خمسة أثواب درع وخمار وإزار ولفافتين ويكفن الصبي في ثوب واحد إلى ثلاثة أثواب وتكفن الصغيرة في قميص ولفافتين والواجب في حق الجميع ثوب واحد يستر جميع الميت لكن إذا كان الميت محرما فإنه يغسل بماء وسدر ويكفن في إزاره وردائه أو في غيرهما ولا يغطى رأسه ولا وجهه ولا يطيب لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان المحرم امرأة كفنت كغيرها ولكن لا تطيب ولا يغطى وجهها بنقاب ولا يداها بقفة زين ولكن يغطى وجهها ويداها بالكفن الذي كفنت فيه كما تقدم في بيان صفة تكفين المرأة سادسا أحق الناس بغسله والصلاة عليه ودفنه وصيه في ذلك ثم الأب ثم الجد ثم الأقرب فالأقرب من العصبات في حق الرجل والأولى بغسل المرأة وصيتها ثم الأم ثم الجدة ثم الأقرب فالأقرب من نسائها وللزوجين أن يغسل أحدهما الآخر لأن الصديق غسلته زوجته ولأن عليا غسل زوجته فاطمة رضي الله عنها سابعا صفة الصلاة على الميت يكبر أربعا ويقرأ بعد الأولى الفاتحة وإن قرأ معها سورة قصيرة أو آية أو آيتين فحسن للحديث الصحيح الوارد في ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كصلاته في التشهد ثم يكبر الثالثة ويقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغصله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار وافسح له في قبره ونور له فيه اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده ثم يكبر الضابعة ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه ويستحب أن يرفع يديه مع كل تكبيرة وإذا كان الميت امرأة يقال اللهم اغفر لها إلى آخره وإذا كانت الجنائز اثنتين يقال اللهم اغفر لهما إلى آخره وإن كانت الجنائز أكثر من ذلك قال اللهم اغفر لهم إلى آخره أما إذا كان فرطا الطفل المتوفى فيقال بدل الدعاء له بالمغفرة اللهم اجعله فرطا وذخرا لوالديه وشفيعا مجابا اللهم ثقل به موازينهما وعظم به وجورهما والحق بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقه برحمتك عذاب الجحيم والسنة أن يقف الإمام حذاء رأس الرجل ووسط المرأة وأن يكون الرجل مما يلي الإمام إذا اجتمعت الجنائز والمرأة مما يلي القبلة وإن كان معهم أطفال قدم الصبي على المرأة ثم المرأة ثم الطفلة ويكون رأس الصبي حيال رأس الرجل ووسط المرأة حيال رأس الرجل وهكذا الطفلة يكون رأسها حيال رأس المرأة ويكون وسطها حيال رأس الرجل ويكون المصلون جميعا خلف الإمام إلا أن يكون واحدا لم يجد مكانا خلف الإمام فإنه يقف عن يمينه ثامنا صفة دفن الميت المشروع تعميق القبر إلى وسط الرجل وأن يكون فيه لحظ من جهة القبلة وأن يوضع الميت في اللحظ على جنبه الأيمن وتحل عقد الكفن ولا تنزع بل تترك ولا يكشف وجهه سواء كان الميت رجلا أو امرأة ثم ينصب عليه اللبن ويطين حتى يثبت ويقيه التراب فإن لم يتيسر اللبن فبغير ذلك من ألواح أو أحجار أو خشب يقيه التراب ثم يهال عليه التراب ويستحب أن يقال عند ذلك بسم الله على ملة رسول الله ويرفع القبر قدر شبر ويوضع عليه حصباء إن تيسر ذلك ويرش بالماء ويسرع للمشيئين أن يقفوا عند القبر ويدعوا للميت لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل تاسعاً لا يجوز لأهل الميت أن يصنعوا طعاماً للناس لقول جرير بن عبد الله البجلي الصحابي الجليل رضي الله عنه كنا نعد لاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد الدفن من النياحة أما صنعوا الطعام لهم أو لضيوفهم فلا بأس ويسرع لأقاربه وجيرانه أن يصنعوا لهم الطعام لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الخبر بموت جعفر بن أبي طالب في الشام أمر أهله أن يصنعوا طعاماً لأهل جعفر وقال إنه أتاهم ما يشغلهم ولا حرج على أهل الميت أن يدعوا جيرانهم أو غيرهم للأكل من الطعام المهدى إليهم وليس لذلك وقت محدود فيما نعلم من الشرع حادي عشر لا يجوز للبرأة الحداد على ميت أكثر من ثلاثة أيام إلا على زوجها فإنه يجب عليها أن تحد عليه أربعة أشهر وعشرة إلا أن تكون حاملاً فإلى وضع الحمل لثبوط السنة الصحيحة على النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أما الرجل فلا يجوز له أن يحد على أحد من الأقارب أو غيرهم ثاني عشر يشرع للرجال زيارة القبور بين وقت وآخر للدعاء لهم والترحم عليهم وتذكر الموت وما بعده لقول النبي صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة وكان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإن إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين أما النساء فليس لهن زيارة القبور لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور ولأنهن يخشى من زيارتهن الفتنة وقلة الصبر وهكذا لا يجوز لهن اتباع الجنائز إلى المقبرة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهن عن ذلك أما الصلاة على الميت في المسجد أو في المصلى فهي مشروعة للرجال واللنساء جميعا وهذا آخر ما تيسر جمعه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أقسام زيارة القبور زيارة شرعية أن ينوي بها تذكر الدار الآخرة ولا يشد لها الرحل وينوي الدعاء له وللأموات بما ورد ولا يأتي بما يخالف الشريعة وزيارة بدعية وذلك إن نوى بها دعاء الله عند القبور وزيارة شركية وهذه إن نوى بها دعاء صاحب القبر وبذلك تم هذا الكتاب المبارك نسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب لنا أجره وذخره وأن يوفقنا للعمل به وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته